بطاقة الزوجة والبنات التي فوق سن الثامنة عشرة قال أنا أخذ البطاقة من زوجتي فيها 450 دينار وأشتري بها بعض الأشياء التي تخصني في التجارة وأسدد من البطاقة ثم أدفع لزوجتي هذا المال لا إشكال في ذلك أنت قدمت معروفاً لزوجتك يا سيد سامة أنت زوجتك في بدل ما تمشي البطاقة وتمشي لمكينة المصرف قلت لها أنا سأستلف عفواً أنا سأخرج لك هذا المال فأي في الحقيقة يعني زوجتك هذه كينها تسلفت منك 450 دينار نقداً وأخذتها أنت منها فيش أخذتها منها مناء البطاقة وبالتالي الآن كل إنسان ياخد بطاقة زوجة والله بطاقة البنات ويمشي يشتري بها لنفسه ثم يرد نفس المبلغ هذا فعل معروفاً بصاحبة البطاقة ولا حرج ولا إشكال فيه آه لو قال مثلاً لو قال أنا ابن أخذ البطاقة منك يا فلانة وراني هي كم فاها؟ قال له والله يفاها 450 قال لا أنا ابن أعطيك 420 فقط خلاص هنا يولي ربا كيف ربا؟ سلفها من عنده 420 ثم أخذ أكثر من ذلك أما أن يعطيها نفس المبلغ الذي في البطاقة فهذا رجل قصد المعروفة رجل قصد المعروف لا إشكال في ذلك كونك أنت تستخدمها أموال البطاقة في تجارتك هذا أمر يخصك أنت في الحقيقة جيت لزوجتك كأنك أسلفتها 450 دينار عطيته لها نقداً وكيف استوفيتها من خلال البطاقة فما دام المبلغ هو هو لا زيادة اشترطتها أنت ولا زيادة أعطيت لك على ما في البطاقة فيعني لا إشكال في ذلك فإيش مشكلة؟ هذا أمر منتشر في المجتمع أن الرجل ياخد بطاقة زوجتها وياخد بطاقة بنتها لفوق الثمنتاش ويشري بها هو بضاعة والله يخش بها تجارة ويعطيهم نفس المبلغ الموجود في البطاقة فهذا لا إشكال فيه وهو من باب إغاثة الملهوف من باب المعروف من باب الإحسان إلى الزوجة والله أختة والله غيرها في بدل ما تمشي المصرف وتشد الطابور وكذا يقول أنا نجيبك الفلوس فلا إشكال فيه الذي يهمنا في هذا الباب ألا تأخذ من البطاقة أكثر مما دفعت مش تعطيها 430 وتاخد في البطاقة 450 العشرين هذه أصبحت ماذا؟ أصبحت رباء فضل أصبحت رباء فضل